اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي الحديث عن هجرة العراقيين حديث لا ينتهي قبل ايام صدر عن وزارة الخارجية الامريكية تقرير سنوي حول هجرة حدث عن المهاجرين للولايات المتحدة واضهر هذا التقرير انه العراقيين جاءوا بالمرتبة السابعة عربيا بقائمة اكثر طالبين لجوء الهجرة الى امريكا خلال عام 2023 انت تساءل وانا تساءل اذا كان الوضع وردي مثل ما يصفه كل ارباب العملية السياسية كل قادة ميليشيات ومعهم رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني ومثل ما تصفه امريكا وتصفه دول اقليمية وايران ودول اوروبية وضع مستقر طيب ليش العراقيين يذهبون الهجرة الى البلد الذي احتلهم ودمرهم يعني هذا فقط الى امريكا وهذا البلد البعيد المصيبة يعني ما زالت الهجرة وبعد واحد عشرين سنة الشعب العراقي ما زال يهاجر الى امريكا ويحتل المرتبة السابعة بين الدول العربية وعنا نعرف الدول العربية اوضاحة اشلونهم كثير من الدول العربية اوضاحة مأساوية السودان اليمن المعرفة منهم دول كثيرة يعني تعاني بلبنان وغيرها وسوريا تعانوهم من مصائب كبيرة لكن مع ذلك العراق والمرتبة السابعة منظمة الهجرة الدولية تقول دراسة عن الخاصة بهجرة العراقيين تقول هناك عوامل اساسية ما زالت قائمة وما زالت تدفع بالعراقيين الى الهجرة ما زالت تجعل العراقيين يتركون بلدهم ويهربون وعدهم يعني شوق او رغبة او شغف في الهجرة هذه العوامل اولها انعدام الامان والبطالة هذه هي تتحدث عن عوامل او دوافع رئيسية تدفع وتقول تدفع بملايين العراقيين الى طلب اللجوء في بلدان الاوروبية والغربية الان نتحدث عن دول اوروبية تحدثنا عن امريكا نتحدث عن دول اوروبية تمثل البطالة والبحث عن الامن بحث عن الاستقرار وحتى الذين نتحدث تقارير منظمة الهجرة الدولية تقول حتى الذين عادوا من الهجرة وروجت لهم وطبلت لهم اجهزة حكومية ومسؤولين بالميليشيات انه العراقين يعودون هؤلاء الذين يعودون واعدادهم موجودة هؤلاء ايضا جرى اللقاء معهم مسئولهم لماذا عدتم ظهر انه انه يعني كلهم جميعهم غالبيتهم عانوا من انه الاقامة مع طهمية استقرار مع طهمية بالدول الاوروبية لان الاقامة في الدول الاوروبية واللجولة الدول الاوروبية بات صعبا او الوضع الاقتصادي لم يستطيعوا ان يتعايش ويجدوا اعمالا بسبب اللغة بسبب ما اعرف شنو بسبب الظروف بسبب المجتمع غريب عليهم بسبب عدد تعودهم فظروف ضاغط عليهم ادت الى عودتهم لانه لم يستطيعوا عانوا من مشاكل اطفالهم مقدروا يدخلهم مدارس اضطروا الى العودة لكن هل هذه العودة خلاص انتهت الموضوع ان ما سئلوهم طيب وماذا ستفعلون قالوا سنكرر الحال مرة اخرى سنذهب الى دول اخرى سنبحث عن طرق اخرى للذهاب اذا هناك اصرار خيار الهجرة مثل ما تقول منظمة الهجرة الدولية صار بمثابة استراتيجية ثابتة لدى العراقيين هذه منظمة الهجرة الدولية تقول صار استراتيجية لدى العراقيين يفرون من عدم الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي من الفقر العوز البطالة غياب العدالة الاجتماعية هذا كله عدم حصولهم على خدمات عدم حصولهم على حقوقهم تمييز كله تشير له ايضا وكالة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالامم المتحدة ايضا تحدث عنه معظم الشباب معظم هؤلاء المهاجرين الذين يبحثون من الشباب ذو لا يجدون انه لا مستقبل لهم في العراق مستقبلهم معتم وهم يبحثون عن الكرامة المهدورة كرامتهم مهدورة حقوقهم مهدورة قدرتهم على البقاء والاستمرار غير مضمون فرص الحياة والنمو والتطور وبناء شيء لمستقبلهم غير متوفرة نهائيا مستقبل مقبول امامهم فذلك يعني تزايد معدلات الهجرة هجرة العراقيين وهذه كلها مسؤولة عنها تحملها كل هذه المنظمات تكتب تحملها مسؤولية القوى السياسية القوى الميليشياوية والحكومات المتعاقبة هي التي تتحمل لانه هي اللي خلقت الفوضى السياسية الفوضى الاجتماعي فوضى الاقتصادية فوضى الامنية هي المسؤولة عن كل هذا فبالتالي هي التي تضغط على الشباب تمنع عنهم الحياة فرص الحياة والتقدم والعمل والنهوض ببلدهم ماك فرص للعمل يذهبون العراقيون يعني العراقيون مشكلون ثانية على شعب بعد الشعب السوري طلب اللجوء في اوروبا هذا واقع الحال الآن الشعب العراقي يشكل ثاني شعب بعد الشعب السوري في العالم في طلب اللجوء إلى دول اوروبا أعداد هائلة من العراقيين هادعك في سنوات كثيرة مضت كثير من الشباب وكثير من العوالي وما زالت لحد الآن يرمون نفسهم بقوارب مطاطية وغيرها من أجل الهجرة غير الشرعية بطرق غير سليمة وبالبحار غرقوا كثير وماتوا كثيرين واندثرت قصصهم وتعرضوا إلى سرقات وابتزاز وكل شيء كثير منهم كثير من القصص المؤلمة لكي يهرب من العراق وهذه الكارثة كلها تتركز وتتلخص في أن العراق بسبب هذه الأوضاع بسبب هذه السلطة التي تحكمها خلال 21 سنة صار طارد لمجتمعه طارد لكفاءاته هذا ليس يطرد فقط الناس طارد للمجتمع كله والأساس في هذا المجتمع يطرد كل الذين لديهم خبرات لديهم ثقافات أصحاب الكفاءات كل الذين يمكن أن يبنوا بلدا يطردهم طبعا الدول الغربية وكل دول العالم كل الكفاءات تأخذها مباشرة خاصة الكفاءات الشابة تستفيد من أحدها لأنها تعاني من نمو سكاني بطيء جدا وقليل جدا وقرأوا عن الامتيازات التي يقدمها هذه الدول لمن يتزوج ومن يخلف يعني اللي ينجب طفل شوفوا شو يقدموا له حتى يشجعون على الزواج ونمو مجتمعاتهم فيريدون هذه الكفاءات الجاهزة يأخذوها وبالتالي يطرد جنسية وصير مواطن من عدهم ويندمج من المجتمع وجزء من عدهم هذا واقع الحال وهذا كل مسؤول عنه مسؤول عنه هذه السلطات السلطات التي تعاقبت من عام 2003 لحد الآن وجعلت من الهجرة ثقافة عراقية ومثل ما تقول منظمة الهجرة الدولية صارت بمثابة ستراتيجية ثابتة لدى العراقيين هذه كارثة عندما تكون الهجرة ستراتيجية كنا نسمع عن شعوب معينة تتصرف هكذا وما كان العراق من ضمنها لكن الآن العراق واحد من بين في مقدمة هذه الشعوب التي اتخذت من الهجرة استراتيجية في أذهان وفي قلوب وفي نفوس الشباب لذلك أي استطلاعات أي استبيان لآراء الشباب ما الذي يريده سيقول أول خيارة سيقول الهجرة وقالوها وكثير من الاستبيانات وكثير من الاستطلاعات للرأي جرت كانت نتيجتها هذا الشباب يقول أنه أول مطلب من مطالبه هو الهجرة والفروب من العراق ومع الأسف الشديد أن يتحول العراق هذا البلد الجميل الرائع إلى بلد طارد لشعبه ولكفاءات ولكخيرة أبناء وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين نترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم